طيب لو اتكلمنا عن الصدفية وخاصة انها بتزيد شوية في فصل الشتة الصدفية دي التشخيص بتاعها انا بنشوف فيها زي منطقة ملتهبة في الجلد وعليها اشرة اشرة طبقات اشرة فوق بعضها كل ما بشيل الاشرة دي المنطقة بشوفها محمرة قوي وساعات بناء فيها نقط دم عشان افهم يعني ايه الصدفية الفكرة فيها كلها ان طبقة الجلد السطحية بتاعتنا دي كل خلية منها بتتجدد كل 28 يوم طيب يعني خلية يوم 28 ماتت مكانها يتصف فاضي لا طبعا في حاجة كده اسمها سطول في الجلد بسموه البيزل سل او الخلية القاعدية بتبدأ تطلع خلية تانية تحل محل الخلية اللي ماتت دي يبقى المغزن بتاع الجلد ده تعود انه كل 28 يوم يطلع واحدة بس تحل محل اللي ايه اللي هتموت النهاردة الناس اللي عندهم صدفية عندهم خلل مناعي لزيك الصدفية من الامراض المناعية فعندهم حاجة اسمها تيلينفوسايد او الخلايا التقية بتهاجم اللي هو البيزل سل دي او مغزن الخلايا فبتهاجمها فبتبدأ الخلايا دي تبدأ تتقاصل بشكل ايه بشكل مش طبيعي فبطلع تقريبا خلية كل ثلاثة ايام فعمل يطلع من المغزن كل ثلاثة ايام خلايا فبنبدأ نكتب ادوية بتشيل الطبقة اللي هي السطحية دي وبنبدأ نستعمل ادوية تانية بتقلل الخلل المناعي وساعات لو ما استجابتش بتبدأ ناخد ادوية بتخفض المناعة بشكل عام بتساعد جدا في نقطة هدي النشاط للمناعة الزيادة الجديد في علاج الصدفية الاكزايمر ليزل ونتاجه ممتازة جدا والجديد كمان الادوية البالوجية المرض الصدفية عندهم اكتر من علاج نعتبره علاج بيولوجي الفكرة في العلاج البيولوجي او العلاج الزكي ان الدواء بيدخل بشكل مباشر على البروتين المسبب لهذه المشكلة بيسيب المناعة في حالها ما نوش ضعب المناعة عكس الادوية التانية اللي كان بتخفض المناعة بشكل عام وبيدخل العلاج البيولوجي ده على البروتين المسبب وفي الغالب بتتاخد لودينجدوز كده مثلا على حسب النوع اللي بنستعمله وبعد كده ممكن تتاخد مرة كل شرق او كل شررين على حسب النوع اللي بنستعمله وتبقى نتيجها ممتازة جدا جدا ممكن اي حد وفي اي سن يبدأ يصاب بالصدافية احنا معناش سبب محدد لها قوي ولكن هي مرض مناعي والامراض المناعية غير معدية طيب بما اننا تكلمنا عن صدافية كمرض مناعي فيه برض مقراض مناعي تاني جدا مشهور اللي هو البهاء الفكرة في البهاء ان بيظهر زي بقع بيضة على الجلد مجرد بقع بيضة تظهر في اي مكان في الجلد عشان برضو نفهمه لازم نفهم ان اللي بيلون الجلد خلايا بسموها الخلايا الصبغية ميلانوسايد الخلايا الصبغية دي بتطلع مادة اسمها ميلانين وبتلون الجلد الناس اللي عندهم بوهاء عندهم خلل مناعي الجهاز المناعي بيبدأ يهاجم الخلايا الصبغية وبيعطالها عن شغلها فبتطلعش الميلانين فالجزء اللي فوق منها بيبان باللون الايه باللون الابيض علشان اعالج البوهاء لازم ابدأ استعمل أدوية تهدي الخلل المناعي ده وأدوية تانية تنشط الخلال الصوية بحيث تطلع ميلانين فيبدأ المكان يغمأ البهاء تقريبا في 25% ربع الحالات جالها البهاء قبل سن 8 سنين وفي نص الحالات 50% من الحالات جالها قبل سن 20 سنة و95% من الحالات جالها البهاء قبل سن 40 سنة فبيظهر بدري أكتر البهاء مرض الوراثة فيه ليست حتمية عشان يكون الأب عند بهاء مش لازم يكون ابنه عند بهاء تقريبا نسبة الوراثة في الموضوع ده 5% لا تتعدى 5% يعني الوراثة فيه مش حتمي زال عنده سكر مش لازم ابنه يكون عنده سكر البهاء له أنواع ممكن يكون حاجة اسمها سيجمنتل أو مقطاعي بيمشي مع عصب معين في الجسم في اتجاه واحد ممكن بهاء بقعي بقع منتشرة في الجسم أو بسموه بهاء طرفي يكون موجود في الإيدين وفي الرجلين وفي الوجه أو بهاء بهاء معمم غالبية الجسم بيكون فيها بهاء وحتى بس بسيطة أو اللي بتبقى لسه بقية بلون الجلد البهاء هو كمان داخل فيه أدوية جديدة كتير داخل فيه أدوية بيولوجية ونتائجها رائعة جدا وكمان الإجزايمر نيزر عمل نتائج رائعة جدا فيه البهاء الإشاعة بتاعت زمان والكلام اللي كانوا بتاخد زمان البهاء ما بتعليقش الكلام ده أصبح من الماضي أصبح دلوقتي لا البهاء بيتعالج وحتى لو فشل العلاج الطبي فيه كمان علاج جراحي الفكرة فيه إن احنا بنبدأ ناخد زي عينات معينة كده من الأماكن اللي فيها بهاء بنشيلها وبنرميها وبنجيب أماكن تانية من الجلد حاجة كده صغنونة جدا 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 يعني حاجة سن الدبوس كده ونبدأ من الجلد السليم ونبدأ نحطها في الأماكن اللي فيها بهاء دي وبعد كده بنكمل بالليزر نتائجها بتبقى رائعة جدا جدا لا هي الفكرة كلها إن احنا بنوصل في يوم نخل الخلايا الصبوية تشتغل متى ما نخلها الصبوية تشتغل بتتديكي لونك لزاك اللي بها يا إما لونه فتح قوي يا إما مش موجود يا إما فيه لون يا إما ما فيهش لون فهو بيكون فعلا بلون الجلد ما فيهش أي اختلاف نهاية